أما السؤال الثاني وهو عن قصة هذا الشعر أو هذا البيت من الشعف فإن النار لا تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني هذا الشعر لشاعر من شعراء الشيعة هو الشاعر الخليعي الخليعي أصله من الموصل من مدينة الموصل في العراق أبوه ناصبي وأمه ناصبي وما كانا يرزقان بولد فنذر هذا الوالد الناصبي إذا ما رزق بولد نذر نذرا هكذا إذا ما رزق بولد نذر إلى الله نذرا إذا ما رزق بولد فإنه سيتعب عليه يربيه ويعلم فنون الفروسية والقتال وينذره أن يكون قاطع طريق على زوار الحسين هذه قصة الخليعي في أصلها أبوه ناصبي أمه ناصبية وكان منذورا لأن يقطع الطريق على زوار الحسين وفعلا هذا الناصبي رزق بولد هو هذا الخليعي هذا الشاعر الخليعي وكبر الولد ورباء وعلمه فنون الفروسية والقتال فلما نضج وكمل قال يا ولدي الآن عليك أن تفي بنذري ما نذرك؟ قال لقد نذرتك أن تقطع الطريق على زوار الحسين وأين هؤلاء يكونون؟ فدله وجاء الخليعي بلامته وعدته يقطع الطريق على زوار الحسين بين الحلة وكربلاء أبوه أخبره بأنه أيام الأربعين زوار يأتون مشيا فقطع الطريق نصب له خيمة وكمين وينتظر الزوار يأتون وهو منتظر ما بين اليقظة والمنام أخذته سنة شيء من الغفوة ومرت قافلة من قوافل الزوار فأثارت الغبار فهذا الغبار لفه في هذه السنة في عالم الرؤية يرى وكأن القيامة قامت وجاء بالناس للحساب وجاء به للحساب وكان أمير المؤمنين هو الذي يحاسب الناس فجاء بالخليعي فقال خذوه إلى النار ألقوه في النار النار لفظته سألوها لأي سبب لفظت الخليعي قالت لقد لفعه تراب وغبار زوار الحسين فقيل انقلبت أموره هو أيضاً ذهب مع الزوار ذهب مع الزوار صار من شعراء الشيعة المعروفين وقصائده معروفة في مدح أهل البيت الكثير من قصائده في مدح سيد الأوصياء وفي مدح سيد الشهداء موجودة في الكتب قصائده معروفة فاتجه باتجاه كربلاء وهو يقول إذا شئت النجاة فزر حسين حيث تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسماً عليه غبار زوار الحسين السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومة من ذريته وبنيه ورحمة الله وبركاته